دي بتحل كل مشاكل المعدة جسوس الله عليه وسلم قال عنه جمان كله جمانة بشحمه فانه دباغ للمعدة ودباغ جاية من الدباغة او العلاج يعني دبخته الجلد يعني علجت الجلد فالطريقة الصحيحة اللي احنا مفروض ناكل جهر جمان ان احنا نفتحه وناكل الابيض اللي جواه الشحم اللي موجود جواه ده بيساعد على التخلص من كل مشاكل المعدة الناس بتعني من جوسومة المعدة ارتجاع المريء الاسهال الامساك حموضة المعدة الحرقان اي نوع من انواع المشاكل اللي بتكون موجودة عندكم في المعدة جمان لو انتو اكلتوه بشحمه او اكلتوه بالجزء الابيض اللي بيكون موجود جواه بيساعد ان انتو تتخلصوا تماما من كل المشاكل اللي موجودة في المعدة ولو انتو ما بتحبوش ان انتو تاكلوا جمان بالطريقة دي ممكن ان انتو تاخدوا الجزء الابيض ده تخطوه في الفرن ويتجففوه وبعد كده تطحنوه لو كان عندكو اي مشاكل في المعدة تاخدوه على كوباية مية دافية مع معلقة عسل هيساعدكو ان انتو تتخلصوا تماما من كل مشاكل المعدة جاجبوها